المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تأتي لتشهد على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين واستكمالا لنهج متأصل لدى البلدين في الدفع بتلك العلاقات قدما إلى الأمام نحو آفاق أرحب في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود العلاقات التاريخية الوثيقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة تتسم بخصوصيتها وعمقها التاريخي القائم على أسس راسخة معززة بوشائجة وروابط دينية واجتماعية ومصير مشترك القواسم والمواقف المشتركة طيلت مسيرة العلاقات الثنائية الوثيقة تجسدت في أبهى صورها بموقف المملكة المساند لدولة الكويت والمدافع عن شرعيتها واستقلالها إبان الغزو العراقي الغاشم عام 1990 هذه العلاقات الأخوية تعززت باتفاقيات عدة في مختلف المجالات منها الإعلامية والثقافية والاقتصادية وانعكست تلك الاتفاقيات إيجابا على الشعبين عبر تبادل المنح الدراسي السنوية للطلبة إضافة إلى التبادل الثقافي والمشاركة في المعارض والمهرجانات التي يقيمها البلدان وفي إطار هذه العلاقات التاريخية من فك قادة البلدين بتبادل الزيارات للتباحث في سبل تعزيز أطر التعاون والتفاهم إذ حفلت مسيرة العلاقات بالكثير من الزيارات المتبادلة لا سيما على مستوى القيادة وآخرها زيارة حضر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى المملكة في يناير الماضي لترأس وفدولة الكويت إلى اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في محافظة العلا سبقتها الزيارة التاريخية الأخوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل سعود إلى الكويت في ديسمبر عام 2016 تلاها زيارة صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أهل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إلى دولة الكويت عام 2018 المترجم للقناة